ابا نوب ماهر وازدرائي لأديان مرة أخرى يعني هو ده موضوع حلقتنا نهاردة أستاذ المشاهدين أهلا بيكم ابا نوب أهماهر طالب طب أسنان تقريبا دخل في شات مع حد من أصدقائه اتكلم بانتقاد أو بسخرية على نشيد الإنشاد حاجة تخص المعتقد المسيحي فتقريبا ترد عليه على الخاص وربما قال له أنا ممكن أقول نفسي الكلام على الإسلام أو حاجة في هذا السياق يعني الأم ده حور شات خاص فجأة طلع على العام فجأة إلحق وعمليني رفعه عضايا طرف عضايا فعلا وازدراء أديان وإلا أنت وأمي يا رسول الله وإلا أنت يا رسول الله وحنخش وقف إيه فتنة طائفية وتقريبا بقى في قضية طبعا المستشار أحمد عبد الماهر ويشكر على هذا الموضوع أنه تصدى مجانا أنه هو يدافع عن أبا نوب وأنا أتمنى أن عدد كبير من المحامين يتطوعوا للدفاع عن أبا نوب ويطالبوا بشكل عام من مجلس النواب بموضوع إزراء اللي ده بقى ساخير جدا يعني بالغاء هذا القانون أو تعديل بنوده أو ما شبه هذلك لأنه بقى إزراء الأديان بشكل عام ولكن هو إزراء الإسلام أو ما يظن أنه إزراء الإسلام مش عايز أنا نجيب جبرائيل هو ليترافع ولا يبقى قضية مسيحية يعني المسيحين يترافعوا عنها لا يعني أحمد عبد الماهر طبعا رجل مسلم وأنا أتمنى أن عدد كبير من المحامين يتصدوا للدفاع عن هذا الأمر أنها قضية وطنية فكرة إشاعة منتنا طائفية أو أن المسيحيين بيصدروا الدين الإسلامي وما شبه هذلك وطبعا بقى مش عايزنا نتكلم بقى عن القنوات طبعا كان في أحمد سبع بس أظن من دلوقتي ما بعملش فيديوهات ومش عارف فيه واحد اسم معاز عليان يعني فيه عدد من وطبعا رجدي عبدالله رجدي وفيكة بقى تكفير المسيحيين أو الكلام على الإنجيل أو على الكتب المقدسة التي تخصهم أو المؤتقدات بتاعتهم والسخرية منها وما شابه زي أو انتقص منها والتهمة بالتحريف وكل هذه الأمور يعني ما إحنا لازم نحط إيه مزورة واحدة عشان بس إيه الأمور نبقى متفقين عليها إحنا طبعا شعوب عالم ثالث وعارفين إن إحنا ما زلنا يعني فيه خارجين من خضم الإسلام السياسي لما نتخلص من توابعه بعد وأيدولوجيا الإسلام السياسي ويعني الأمور بشكل أبو أخر يتم النفخ فيها وتصاعدها وتبقى فتنة طائفية والبلد مش متحملة إحنا لسه أنا كنت نتكلم في حلقة تانية عن موضوع الهجر غير الشرعية وموضوع الباخيرة اللي غرأت وهي راحة اليونان يعني عندنا مشاكل كبيرة جدا في نصر ومشاكل اقتصادية مش نقصين حد يطلع لنا يفجر فتنة طائفية وطبعا زي ما أنتم عارفين وكلمنا من كده إن إصدراء أديان طال مسلمين أكثر من طال مسيحيين ولكن عندما طال مسيحيين من وضوع أشد أشد سوء يعني أحمد عبد ماهر تعرض لإصدراء أديان وخد حكم مش عارف خمس سنين وتم يعني الطعن عليه وتم إلغاءه لاحقا إسلام بحيرة السجن فعلا فاطمة نعود خاتت برضو مش عارف قضية وبتاعه بعدين كده يعني تم يعني بقدر أو بآخر يعني لم تأخذ أحكام وعدم من الناس داخلوا في زراء أديان أظن كان فيه أحد اسم محمد شعبان كان رواقي أو كاتب وكان كتب برضو في مجالة الأدب حاجة كده أو رواية وفي خدمها بعض الأمور تهمت برضو إنها زراء أديان وكان فيه شاعرة قريب برضو داخلت قضية زراء أديان لا يعني كده بقى المواضيع بجد داخل نشفضين للكلام ده البلد عن مشاكلة أكبر من كده بكتير وبعدين عندما يكون الموضوع يخص شخصية مسلمة هي مشكلة بس يعني في النهاية إيه أو بين المسلمين وبعضيهم إنما لما يخش الطرف الآخر ولو أنت طبعا من الفاكرين القضية القديمة اللي كانت برضو من عدة سنوات لما تحكم على طلاب في عددية كانوا في عيد بلاد وبيمثلوا إن هم داعش أو حاجة زي كده وبيصخروا من داعش وحد خد فيديو برضو وعمل بمحضر وقضية واصبحت قضية زراء أديان وخدوا حكم بخمس سنين طبعا كان هم خرجوا برة مصر وخدوا لجوء ديني وبسهولة يعني في هذه الأمور يعني أول حاجة سمعة الدولة المصرية وقوانينها وكل ده يعني بيبقى في مهب الريح يعني قوانين بهذا الشكل بتحكم على طلاب في عدد بزراء أديان فبتبقى مشكلة ميرة جدا النقطة الثانية فكرة القنوات اللي بتنتقد الكتاب المقدس المسيحي أو حتى اليهودي أو أيا كان يعني الكتب المقدسة لأخر المجتمع الغربي خلاص متفهم والأمور رايحة جاية يعني رايحة جاية يعني زي ما فيه ناس بتنتقد المسيحية أو الكتاب المقدس وبتعلن إلحدها وبتعلن عدم إلوهيتها وعدم قناعتها بالإله وكل الكلام ده يتقال علانية سواء للمسيحية أو اليهودية وتعاملت أفلام وحاجات تمثل عقادي المسيحية في الطرف الآخر برضو بيتم انتقاط الإسلام سواء من أطراف وبحيثين مستشرقين غربيين أو حتى من مسلمين خرجوا عن الإسلام أو أي كان باحث تاريخ أو أي كلام ممكن ينتقد فالموضوع رايح جاي هنا في مصر نحن عالم ثالث ما زال فيه توتر طائفي وتوتر ديني بشكل أو بآخر فالموضوع عايزين نعالجه معايزين نعالجه لأنه هو برضو المجتمع لا يتحمل نقد الدين وبعدين الدين الإسلامي عشان بس أنوا فهمين الصورة الموضوع مش مجرد القرآن يعني فيه مجرد واحد زي إسلام بحيري هو رجل مسلم أو واحد زي عبد ماهر مجرد أن نتكلم عن التراث أو عن الآئمة أو عن بعض المرويات اللي هي بتنتقد اعتبر الإزراء ديين يعني يتحطوا كله في إطار الدين التاريخ بكل ما فيه بكلام الفقهاء وخلافاتهم كله أصبح دين وأصبح انتقاده اللي هو مش دين خالص أو أنه يعني منتج ثقافي تاريخي لاحق على الدين نفسه اللي هو النبوة والرسالة فحتى اللي بيتكلم عن منتج التاريخي الثقافي ده لأن فيه أطراف اعتبرته أنه مقدس فأصبح بيأخذ الزراء ديين لو تكلم عن التاريخ الإسلامي لو تكلم عن الفقهاء لو تكلم عن المرويات المنسوبة أعتقدناها زورا أنه هو في معظمها أو في الحاجات اللي فعلا فيها موسيقى النوضة التانية فيه حديث أو مروية موجودة في البخاري يعني فيما معناه عبد الله بن عمر يعني بيروي أن الرسول قال يعني يعني إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدي قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والدي قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه يعني ده المنطق وده الحكمة سواء المرويات دي صحيحة أو غير صحيحة ولكنها حكمة معروفة ما أنت حتسب الطرف الآخر ستسب أبا الرجل حيروح يالك أبوك أمك وكلام من ده ده طبيعي فأنت لما بيتيجي اللي هو راح لأبا نوب ده وقال له نشيد الإنشاد وبدأ إيه يا سب عقائده ومعتقده شيء طبيعي حيقول لك إيه يعني القياسة على الحديث النبو ما هو زي الأب والأم الديانة والمعتقد بالعكس الديانة والمعتقد ربما تكون عند أشخاص كثيرين أكثر أو أكبر أو أهم من الأب والأم فإذا كان على مستوى الأب والأم إن الرجل بيالعن ولديه ليه لأن يسب الرجل أبا الرجل على الحديث النبو والشريف النقطة التانية التحدي بقى إن ده بيجي معاز عليان أو معرفش مين أو مين يتحدى أي حد ينظره في المسيحية وفي معرفش وكلام طيب ما طيب يا جماعة دلوقتي زي ما قلنا المجتمع لا يتحمل النقطة التانية عايزين يتحمل إيه وقال زراء أديان وتقبله النقد والنقد الآخر ولا أنت معتبر أنت حتسب ديانته على الهواء وهو لو تكلم أي كلمة هتروحين إيه عمله زراء أديان طيب ما هيجي لك من بر ما هو فيه واحد رد على معاز عليان وقال له تعال يا عم على الهواء مش عارف فقنات إيه كده الفكر الحر وتعال نصلك على الهواء النقطة التانية زي ما قلنا إنت لو دخلت التاريخ في الموضوع هتقسر قضية يعني هتقسر قضية يعني فيه مرويات من الصعب الدفاع عنها ومدرسة النقل اللي هي بتنتقد المسيحية والكتاب المقدس المسيحي أو الكتاب المقدس اليهودي العهد بالقديم أو العهد الجديد بيعتبرون النقل ده جزء من السنة أو بيعتبرون أنه هو جزء من الدين فلما تلاقي مثلا مروية بتدعي أن الرسول حط تسعمية من المشارب بلي قريزة وكشف عن العانة وأن كل من أنبت زبحه وعطه في خندق وما شبه ذلك أو أن جاب العرينيين وعلقهم وقطع الأيدي والأرجل وثمل الأعين بالمصامير المحمية ثم تركوهم ويستسقونا فلا يسقونا حتى ماتوا ما أنت لو دخلنا في المناطق دي واحد بدأ يقول لك كذا وكذا 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 مش هتستحمل أنت وليه كده أنا قلت دايما المناظرات دي اللي حيكسب فيها الإلحاد لأنه حيسمع اللي داخل سواء أنت بقى بتنقود المسيحية أو الطرف التاني بقى بتنقود الإسلام أو التاريخ الإسلامي أو المرويات أو حتى النص الأول أو النص القرآني لأنه مش مسلم وبشكل أنه بقى قروا بيعتبر أن ديانتك دي ديانة مدعاة يعني عشان بس تكونوا صراحة فحنأخذ نقود بقى إيه نتناظر أنت تقول لده المسيحية فيها كذا وكذا وكذا والكتاب المقدس فيه كذا وكذا وكذا وده لا يعقل وربنا ما يقولش كده حيروحوا برضو راد عليك بالطرف الآخر طيب إيه المستفيد المستفيد قولا واحدا الإلحاد ليه لأن اللي قاعد بيسمع المناظرة سواء مؤمن المسيحي أو المؤمن المسلم فالمؤمن المسيحي ممكن بنقد المسيحية يبدأ يتشكك في ديانة المسيحية ونفس النظام المؤمن المسلم يعني يعني بعضهم حيخرج بالنفس اليقين أنه طلع متأقن إنه في جزء حيطلع متشكك مقص هو البلحد اللي حيخش أو اللي دين اللي حيخش أو الربوبي اللي حيخش حيتأكد ليه ربوبيته أو لأدريته أو إنه الموضوع فيه مشكلة يعني ده مفيش واحد بلحد حيخش يسمع المناظرة دي اللي طرف بيسيب الإسلام أو بينتقد الإسلام وطرف بينتقد المسيحية وحترج عن إلحده أو ربوبيته أو لأدريته عشان يكونوا صرحاء إنما الأكثر احتمالا إيه إن جزء من هؤلاء المؤمنين سواء بالمعتقد الإسلامي أو سواء بجزء المعتقد بالمؤمن بالمعتقد المسيحي إنه حتشك حيروح للمربع الشك أو حيروح للمربع اللا ديانة بمستويتها بقى الربوبي والأدريه والإلحد وما شبه زالي فليه ليه تدخلوا الناس تحطوا الناس في هذا المعترك لأنه المؤمن المسلم أو المؤمن المسيحي حيبقى مش عارف المعلومات وبقى ده عاصر دماغه وجايب يعني ما يراها صغرات أو انتقاصات للديانة سوابها من التاريخ أو من المرويات أو من التفسير القرآنية لأن فيه تفسير خارجة عن العقل برضو يعني فيه فيه آيات قرآنية تحتمل أكثر من تأويل وفيه تأويلات يعني متسمحة وفيه تأويلات متشددة زي بقى إيه لن ترضى عنك يهود ولا النصار حتى تتبع ملاتهم لما في الصرح الشعراوي إن لو رضى عنك مسيحي أو يهودي يبقى أن تتشك في ديانتك أو أنت يبقى كده أنت على الباطل إيه أنت بعت ديانتك التفسيره كان كده للنص القرآن إنما الموضوع ربما يكون له إيه تأويلة أخرى فلو دخلنا في الخناءة دي مش بمصلحة حد وإحنا في أوضاع وتوقيت صعب جدا ومشاكلنا كبيرة مش نقصة يدخل لنا فتنة طائفية يعني أتمنى زي ما قلنا للمحامين تاني عشان إن كان في الموضوع لاحقا وانتبع القضية بتوبيعها إنما قضية أبا نوب أنا أتمنى اللي مش المستشار أحمد عبد الماهر بس طبعا نشكره على تطوعه في الدفاع نهزير قضية لأنها مش قضية مسيحي هي قضية وطن وطن لا نريد أن ينزلق في فتنة طائفية والناس اللي عملت تحدى وعملت يقول إلا أنت بقى بي أنت يا رسول الله بيشعللوها والبلد لا تحتمل يعني مشاكلها لا تحتمل كمان ندخل في الموضوع فتنة طائفية والمناظرات بقى المسيحية الإسلامية ونتحدى واللي الرجل يطلع لي وكلام من ده أعتقد أنها يجب أن تتوقف لأنها مش يصار حد في ظل التوقيت اللي احنا فيه ده لأن لو مناظرة فالمتعصبين من الطرفين حيكونوا أكثر تعصبا وزي ما قلنا الناس هتخسر وتطلع من الديانة وتتشكك وبشابه ذلك فيحنا في وطن لا نتحمل مثل هذه الضغوط عشان نكونوا واضحين ما زال فيه بواقي الطائفية ما زالت موجودة في مصر فمش عايزين يعني زي ما يقوله نسكب البنزين على النار ولا بد يعني الناس اللي عملها تتسيض وبعدين أنا عايز نعرف اللي سبع الخاص ده نفترض أنه سبع الإسلام على الخاص بينه وبين فلان بينه وبين محمد أو دياء أو أي إن كان الشخص اللي طلع على العلن ده هو اللي تتاكم الجرب الأكبر يعني دلوقتي كان سباب على الإيه خاص طلعته للعام فاللي سمع السبب بعد ما كان واحد بقى كل مصر بقى كل العالم العربي بقى كل العالم الإسلامي شايف الخناء فانت يبقى مين اللي طلع السباب من الخاص العام ده اللي بتاكم الجريمة اللي طلع السباب من الخاص العام وخلى السبب إنه هو زي ما قبل كده لما قلنا موضوع المجلة الفرنسية اللي هي بيقولك كان تحت بير السلم دي ورسمت رسومة الموسيقى شاف حكم واحد فجأة إلا أنت يا رسول الله العالم كله سمع السباب أو شاف الكاريكاتير وأصبحت قضية عالمية مش قضية رأي عام محلية فانت خليت السباب أو الكاريكاتير أو السخرية المحدودة خليتها عالمية واللي الناس أصلا مش مسلمين العالم مش مسلم يعني عالم إيه إذا كان من الكلمة عن واحد وتسعة من عشرة مليار مسلم فبقيت العالم مش مسلمين فربما يقتنعوا بهذا الكاريكاتير أو يرونه أنه محقا أو أنه يصف الواقع لأن سمعة الإسلام عشان يكونوا صراحاء بسبب داعش وبسبب الأحداث اللي حصلت في الفترة الأخيرة على مستوى العالم مش جيدة وأن فيها بزور تطرف بعض الناس بتاسم الإسلام كله بالتطرف والإرهاب وبعضها بيقول لا ده فيه إرهابيين بس الإسلام كله لا يوصم بهذا الكلام بس في النهاية انت خليت الخناء المحلية الصغيرة اللي كان بقرأها 34001 وعملنا إيه لما قطعنا الدينمار قبل كده بعد كده مش عارف حد راح برضه تهور وراح أتله صحفين الفرنسيين مش عارف دير الشجل ولا كان مجلة إيه ناس تسمها اللي بجلة الفرنسية وده ننخش في حمالة إرهاب وسمعة تسيق للإسلام الدين والإسلام الرسالة فبشكل عام يعني أعتقد أن هذا الأمر لابد أن يتوقف ولابد أن الأجهزة المعنية توقف هذا العبس لأن هو أبعاده أكثر من الخناء الصغيرة اللي طلعت للعام وإنها ربما يكون لها توابع بالتأكيد سلبية سلبية على الوطن وعلى البلد في ظل ظروف زي ما قلنا صعبة من عدة نواحي مختلفة وهذا موضوع حلقتنا النهاردة دعموكم لأبا نوب ورفضوكم من اصدراء الأديان وبرلمانة لازم يتحرك ويعدل هذا القانون لأن احنا بقى بصراحة بقنا يعني مصخرة يعني سمعتنا العالمية مصخرة للقانون المصري أو للمشارعين المصريين بشكل عام إن زي هذا القانون مستمر بهذا الشكل وكبار المثقفين يدخلوا تحت بقصرته وبعدين كمان الطرف الآخر يدخل تحت بقصرته اللي هو الطرف الغير مسلم اللي هو عشان يكونوا صراحاء هو شايفين إن يأتي بعدكم أنبياء كذبا وجد نظرهم كده وإن هو سيدنا عيسى النبوة وإن اللي بعد كده مش نبوة لا عشان يكونوا صراحاء فهو شايف نصك المقدس وبالنسبة له مش مقدس بس هم بيتكلمش فما تستفزوش يتكلم في ظل أجواء لا تتحمل الكلام من هذا الطرف من هذا الطرف تستفزوا تقعد بقى تشتبله في الإنجيل والتحريف ومعرفش إيه ونشد الإنشاد والحكاية والرواية طبعا أنت كده تستفزوا وبعدين لو اللجوة مش قد يرد عليك عشان يزرع الأديان ما خمسة آلاف واحد مبرح يرد عليك فلين لين نوسع المواضيع ونصير غضب الناس بهذا الشكل غضب موضوع حاليتنا النهاردة لو عجبك الفيديو شيره اشترك في القناة مش مشترك لايك الفيديو عشان يصل على عدد أكبر من الناس شكرا جزيلا نكمل في حلقات لاحق